من عنوين النشر إلى تفاصيلها أكد جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة أن نشام الجيش العربي هم درع الوطن وسياجه المنيع والحريصون دوما على حماية المواطنين وأعرب جلالته خلال الزيارة التي رفقه فيها سمو الأمير الحسين ولي العهد إلى القيادة العامة للقوات المسلحة عن اعتزازه بالكفاءة العالية والمستوى المتميز لمنتسب القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ولفت جلالته خلال اجتماعه باللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن ما يقوم به نشام الجيش من واجب إنساني يرفع المعنويات ويعكس روح التشاركية القائمة في جميع مؤسسات الدولة والمواطنين وهذا ما يصل بنا إلى بر الأمان وقال جلالته إن الجيش العربي يسهر على راحة وسلامة أبنائنا وبناتنا في محافظة إربد عروس الشمال كالأب الحني وأمر جلالة القائد الأعلى بتقديم جميع أشكال المساعدة الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة وضمان تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية كما عقد جلالة الملك اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة التشكيلات العسكرية ومدراء القيادة العامة حول سير الأمور العملياتية والواجبات والمهام التي يقوم بها نشام القوات المسلحة في ظل ظروف الاستثنائية